وانا عايز اقول لي ولادي ولاد حضرتك وكل واحد فينا تخيل تخيل ان روحك صعدت من هذه الدنيا طلعت في عالم الملكوت عالم رب العالمين عند عرش الرحمن وقيت شايف الجنة من بعيد ورحت عليها وقربت منها ففتحت ابواب الجنة ولقيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واقف مستنيك ياخدك من ايديك يفرجك على الجنة يفرج على وسعها وجمالها وانهرها وبحرها والسكينة اللي فيها والجمال اللي فيها والنساء في بيتك عرش الرحمن وقدي انت قريب من ربنا وقدي اي شايف جمال الله وفي وسط الزيارة دي تسمع منادي بيهن ده يقول حي على زيارة الرحمن يلا ربنا عايزك ربنا نستنيك يبعث لك ركوبة تركبها فتوصل لقي كرسيك جاهز تقعد تكلم مع ربنا تسأله على نفسك فيه تعرف ليه الدنيا مشت كده والأقدار مشت كده وإيه اللي حصل فيها وإيه فكرة الدنيا وخلقنا ليه وأوجدنا ليه وهي عبارة عن إيه فلما تشوف جمال الآخرة وسعة الآخرة وتشوف وجه رب العالمين وما أعطو لذة أشد من النظر لوجه الله الكريم وبعد أن ما تشوف ربنا وتقعد معايا تكتك للدنيا تشوف أن انت كنت تعمل لها إيه ما رغم أن هي ظاهرة شوف أن انت بدت لها أكبر من حجمها رغم أن هي ولا حاجة مقابل الآخرة والجنة وأن ربنا لما قالك أنها ما تسويش جناح بعودة قنصدق معاك كان بيقولك أنت اللي مستنيك واللي هتعيش فيه وحتسعد بيه أكبر من كده بكتير فما تهلكش نفسك وما تقزيش نفسك وما تسخرش نفسك لها ما تستهلش ما تستهلكش اسمها دنيا من الدنو أنت أعلى وأكبر من كده بكتير أنت الجنة اتخلقت عشانك ومستنيها بك وقتها حنندم على كل يوم ما كناش فاكرين تي حياتنا الآخرة وحنندم على كل يوم قلبنا تقصر وتواجع وتزلينا في هذه الدنيا